السلام عليكم الإخوة كدري لفتلكم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجدكم الفيديو في أحسن الأحوال قبل البدء في قصة اليوم لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والانضمام إلى القناة لمن لم ينضم بعد وكذلك مشاركة رابط الفيديو أو رابط القناة مع أصدقائكم على الواتساب على الفيسبوك يعني أن تدعموا القناة إن رأيتم فعلا أن القناة تقدم شيء فيه إفادة أو فيه استفادة المهمة الإخوة القصة تأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأخذنا بالضبط إلى عالم الفن بالضبط إلى الممثل الأمريكي جورج كلوني المعروف عالميا هذا الممثل الإخوة رفض الاشتغال اليوم واحد مقابل الحصول على مبلغ 35 مليون دولار 35 مليون دولار مبلغ ضخم ماذا سيفعل؟ لا شيء فقط فيديو ترويجي لشركة طيران لدولة معينة لما سئل عن السبب الذي أدى به إلى رفض العمل مع هذه الشركة قال أنا لدي مبادئي وأفكاري ولدي الكثير من المال الذي يجعلني لا أتنازل عن أفكاري ولا عن مبادئي شيء آخر قال أن هذه الشركة تنتمي إلى دولة معينة وهذه الدولة هي فعلا صديقة وحليفة الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها كثيرا ما كانت محطة شك وما دامت على أنها كانت محطة شك وكثيرا ما تتير الشكوك فأنا أفضل عدم تعامل معها لكي يبقى ضميري مرتاحا معلوم الإخوة على أن جورج كلوني من أشد المحاربين للفساد وهو أضو في منظمة دولية غير حكومية تحارب الفساد وهو كثيرا ما انتقد الفساد المترسخ في جنوب السودان وكثيرا ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية ودعا الاتحاد الأوروبي إلى محاربة الفساد أو على الأقل جعل الفساد شيء صعب خصوصا عندما قال على أنه عندما يكون الفساد مستشري بين رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسية وأساسة في الدول خصوصا في الدول الأفريقية وهو بالضبط يركز على جنوب السودان لأنه يقول أن هناك فساد يضم يعني هناك شبكة من الفساد تضم شركات متعددة الجنسية رجال أعمال وكذلك أساسة وقادة أتمنى الإخوة أن يجدكم الفيديو في أحسن الأحوال والخلاصة كما رأيتم أنه في بعض الأحيان مهما كانت المغرية فإن الشخص الذي لديه مبادئ والذي أفكار لن يتنازل عنها فكان بإمكانه أن يتنازل أو أن يضع حد لضميره أو لأفكاره لمدة يوم واحد فقط ويحصل على 35 مليون دولار الذي ليس بالمبلغ السن 35 مليون دولار قد تمكنك ربما حتى من قضاء أسبوع إجازة أسبوع نحن نعلم هؤلاء الأغنية والأترياء ربما قد تفيده لقضاء أسبوع في إجازة ولكنه رفض ذلك ورفض التنازل عن أفكاره ومبادئه أتمنى الإخوة أن نلتقي عن مقاريب وإلى أن نلتقي أستولعكم الله